اشتركوا في القناة اه هذه الحسنة ان شاء الله سنصحح نموذج الفرض المحروس الثاني المرحلة الثانية المستوى الرابع ابتدائي اذا نعتذروا عن هذا الغياب نظراً لظروف العمل اذا في الحيث الصليداز كنت لحيت واحد الفيديو خاص بفرض ثاني المستوى الرابع ابتدائي اذا يلا المرحلة الثانية الحسنة ان شاء الله سنقوم باتحاه اذا اتمنى انكم تتبعوا معي بشك انكم تستفضوا اكتر وتكتسبوا مهارات وقدرات بش انكم تعاملوا مع الانتحان ان شاء الله لدي هنا يوحد النص لا يقول لك السؤال الاول اقرأوا النص اذا سوف اقرأ النص قراءة معبرة تحترموا على بطرقيم حتى يتسنى لنا الاجابة عن باقي الاسئلة اذا لدينا نص كثير مننا من يبحث عن صديق ذو اخلاق طيبة يستفيد منه لكل باحث عن مثل هذا الصديق يجده في مكان واحد وهي المكتبة لن يجد الانسان جليسا يجالسه ويقضي معه اجمل الاوقات افضل من الكتاب فانه كما قال الشاعر واصفا للكتاب بانه خير جليس في الزمان لذلك يجب علينا ان نهتم بالقراءة ونجعلها منهاج حياتنا اذ لا تجعل يوما يمر عليك دون قراءة الكتاب الجيد مثل الصديق الجيد فعليك ان تعتني باختيار الكتب التي تريد ان تقرأها تتبني افكارا ايجابية تساعدك على انارة طريقك في الحياة والتغلب على المشاكل تختار الكتب المفيدة التي تبني ولا تهدم لان بالقراءة نهضة للامم وبناء للحضارات كما سمعتون نص هناك تحدث عن الكتاب وكيف يمكنك ان تختار الكتاب افضل صديق وافضل جليس وكيف ان القراءة نعم هي منهاج كيف يمكن ان نجعل القراءة هي منهاج حياتي دان اول سؤال هنا متعلق بالفهم اول سؤال اصير بخط بين كل كلمة وشرحها دان الشرح ديال طيبات مع من الشرح ديالها حسنة وجميلة ثم لدينا تهدم اي تكسر او تكسر ثم جليس لدينا انيس وصديق السؤال الثاني اضع علامة في خانة العنوان المناسب للنص كما قلنا بان النص يتحدث عن الكتاب الذين هنا دان وضعنا علامة في خانة الكتاب لان النص يتحدث عن الكتاب نعم السؤال الثالث اين يمكن للباحث عن صديق ان يجده انطلاقا من النص اذا يمكن للباحث عن صديق ان يجده في المكتبة هنا الامر كيتعلق الصديق هو الكتاب والكتاب نجده في المكتبة السؤال الرابع بما شبه شاعر الكتابة في النص دائما انطلاقا من النص شبه شاعر الكتابة خير جليس في الزمان الى لحظة رجعوا معي هاليه النص كتلاحظوا بانه فانه كما قال الشاعر واصفا الكتابة بانه خير جليس في الزمان لان هذا هو الوصل اللي اعطاه الشاعر للكتاب النص كيتحدث عن الكتاب ببساطة خامساً يعتبر الكتاب مصدراً من مصادر المعرفة أذكر مصادر أخرى للمعرفة إذاً إذا بغيت تقرأ وبغيت تعرف رغمك يشغل الكتاب وخاصة في الوقت الحاضر ده الوقت اللي في حنا ده براك كان المصادر دي المعرفة والعلم كان بزاف إذاً ممكن أنك تستقي المعرفة من الكتاب وممكن تستقيها من مصادر أخرى إذاً ماذا أقول؟ مصادر المعرفة كثيرة ومتعددة منها الجرائد كمثال الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية كذلك والموسوعات الإلكترونية لزنسيكلوبيدي كذلك هي من مصادر المعرفة الإلكترونية في الأنترنت ودور الثقافة والقنوات الثقافية الفزية ووسائل الإعلام المكتوبة منها والمسموعة معنى شكا قصد ووسائل الإعلام يعني تلفازها الراديو إلى آخره إذا عاتوا القنوات تلفازية ثم إضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي منصة التواصل الاجتماعي كان القومة عن فيسبوك القومة عن تويتر القول يوتيوب إلى آخره ثم إضافة إلى مصادر أخرى إذن هذه من المصادر متعددة التي يمكن أن نستقي منها المعرفة نمر الآن إلى تراكيب هنا عندي أتمم جداويل التالية بما يناسب عندي لنا الجمال الفعل الفاعل انفعول به إذن نرى أنا كنشرحه في نفس الوقت لابدت لي شي حاجة يعني ما ما واضحاش وشي حاجة اللي سقدر أنكو ما تتموهاش لغادي نوقف عليها طالما أنني ما كان وقفش هنا بشي سؤال بمعنى نرى كل شي بصير الجمال عندنا ضرب الولد الكرة ضربة هو الفعل الولد هو الفاعل كرة ينفعول به لكن عرفوا الفاعل دائما بالسؤال الشهير ولا المعروف من قام بالفعل هو الفاعل ومن وقع عليه الفعل هو انفعول به إذن ضرب هنا هو الفعل من قام بفعل الضرب هو الولد إذن فهو الفاعل ثم انفعول به هو الكرة من وقع عليه فعل الضرب تعشق الأسرة المصرحة تعشقه هو الفعل وهو فعل مضارع الأسرة هي الفاعل المصرحة وانفعول به يشاهد المباراة يشاهد من يشاهد هو أن الفاعل هو ضمير مستثير ولكن الفعل هنا هو يشاهد الفاعل ضمير مستثير تقديره هو المفعل به هو المباراة ثانيا أتمم جمل تالية بفاعل مناسبة أعطيه على الفاعل هنا الفاعل كما تطلعه رأي اسم ضاير رسم الفنان اللوحة الفنان هو الفاعل هنا ودائما كما تتعرف الفاعل يكون مرفوع دائما الفاعل يكون مرفوعا إذا كان اسم ظاهر كيكون مرفوعا كتب التلميذ دروسه التلميذ هو الفاعل هو الذي قام بفعل الكتابة أعدت الأم الوجبة الأم هو الفاعل أقفل الأب الباب الأب هو الفاعل هنا جبت واحد الفاعل مناسب لكل جملة ثالثا أضع اسم إشارة المناسب مكان النقط هناك نضع مكان النقط الاسم لإشارة المناسب اسم الإشارة رايك نعرفها هي هذا هذه هؤلاء هادان هاتين إلى آخره إذن هنا عندي هنا الصورة وباش نعرف بأن الاسم إشارة مناسب سنشوف هذا الاسم اللي من بعده هنا الصورة روا مفرد مؤناث إذن غيكون هذه هذه الصورة تضم أفراد قسمنا هنا مش قسمنا هنا رأي شكلها رأي قسمنا ستكون هنا هذه رأي قسمنا إذن كما قلت هنا ضروري يشوف الاسم اللي من بعد كي يجي اسم الإشارة باش نعرف اسم الإشارة المناسب إذن هذه الصورة ستضم أفراد قسمنا أستاذي إذن أستاذ هنا هو مفرد مذكر نقول هذا هذا أستاذي وعندي أستاذتي نقول هذه وهذه أستاذتي يعني أصدقائي جمع إذن أنا نقول هؤلاء هؤلاء أصدقائي وهؤلاء صديقاتي كذلك هؤلاء كنقول هل كنقول هل الجمع المذكر والجمع المؤنة هؤلاء ثم عنا قسمنا هنا هي القسم رأي مفرد مذكر نقول هذا هذا قسمنا إنها عائلتي الثانية وأنا أعتز بها السؤال الرابع فركبوا الأفعال الآتية في جمع المفيدة عندي وقفة هذا فعل مثال أنا شجع هذا فعل مضاعف وهنا دخل فعل سالم إذن أنا أعطيت أعطيت أنواع ديهم فقط ولكنتوا ما تركبهم جملة وقف أقول وقف الممثل فوق الخشبة شجع الجمهور الفريقة دخل الأستاذ إلى القسم دوتوا الآن المكوز صرف التحويل ما شنو عندي السؤال الأول أضع علامة في الخانة المناسبة عندي الجمال هنا أو عندي الأسماء عفوان هنا الأسماء هنا عن بين وشو منكيرا ولا معرفة بأل ولا معرفة بالإضافة عندي ساحة المدرسة لأن هنا عندي ساحة وراء معرفة بالإضافة شكل عرفة هي الإسم دي المدرسة ساحة ماذا ساحة المدرسة إذن أنا معرف بالإضافة كنضع علامة معلمون معلمون هذا ناكيرا يعني مجرد من أل وما عندوش ما معرف بالإضافة إذن هو في ناكيرا الساعة هنا عندها أل إذن معرفة بأل إذن هنا نكتب أو نضع علامة في خانة المعرف بأل ثم عندنا دفتر هذا ناكيرا ما هو معرف بالإضافة ما معرف بأل السؤال الثاني أتمم الجداول أو الجداول التالية أو الجداول التالية عندي الجمال المعطوف عليه أداة العطف ثم المعطوف توضأت فصليت هنا عندي المعطوف عليه هو توضأت هذا هو اللي عطفنا عليه أداة العطف هي الفأ ف صليته هو المعطوف إذن هنا المعطوف المعطوف عليه روى من نفس الجينس بمعنى هما بجوجهم أفعال أكلت الخبز والزيت الخبز هو المعطوف عليه وهو حرفه العطف لأداة العطف الزيت هو المعطوف هنا شوفوا معي الخبز والزيت كذلك هما من نفس الجينس لأنهم هما بجوج بهم أسماء هنا بجوج بهم أفعال ثم لدينا هنا عندي الأسماء المفرد هنا الأسماء الموصولة عندي اللذي وعندي اللتي المفرد المذكر والمفرد المؤمنة إذن في الموت النقل نقول اللذاني اللذاني وخص تكون هنا بجوجد لامات اللذي هنا كنكتبوها بلام واحد ولكن ننطقوها وكأنها بلامين هنا كنت تردوا البال المؤمنة اللتي والجمع اللواتي دا هو الجمع ديلا اللتي الجمع المؤمناتي ثالثا اركب ثلاثة جمع لتضم كل واحدة منها حرف عطفين هنغان ركب واحدة الجمع ليكون فيها حرف العطف الجمعة اللولي يكون فيها حرف العطف ديلا سلمت على ابي وامي هانا هذا هو الواو نا وحرف العطف وقفت امام المتجر ثم دخلت وقفت ثم دخلت. اذا هنا ثم. ثم هنا عندي الفى. دخل محمد فعثمان. دخل محمد وتبعه مباشر عثمان. اذا الحرف العطف هنا هو الفى. نعم. اه ندوزوا الان المكون الاملاء. شوفوا معايا. اكملوا بهمزة وصل او همزة قطع مناسبة. اذا هنا كنا عارفوا بان همزة القطع هي الهمزة والالف كيكون فوق منها همزة. نعم. وهمزة الوصل هنا كتكون الالف فقط. اما تكون فيها حركة فوق منها اه حركة من الحركات. اما الضماء او الفتحة او تحت منها الكسرة. او فوق منها اه ميم صغيرة. بمعنى اه همزة وصل لا تنطق. وسافروا كل عطلة الى القرية هنا يا. هنا ما تخشد الالف هذه. ها نورمال مهنة رقصة تكون عندها وحد وحد ميم صغيرة. انتم ما ديروها. وسافر كل عطلة الى القرية عند جدتي. اسمها اسماء. رفقة اخي هنا همزة قطع هنا اخي همزة قطع. واختي كذلك همزة قطع. هناك التقي كذلك هنا همزة قطع بابناء عمتي واقضي كذلك هنا همزة قطع معهم اوقات همزة قطع رائعة. اتمموا بكتابة همزة مناسبة مع الشكل انها همزة متوسطة. رئاب هنا نكتبها على على اه لماذا? لان ما قبلها مكسور. بئيس نكتبها كذلك على الياء لانها مكسورة. تكتب على الياء في حالتين. اما تكون هي مكسورة. ولا يكون اللي قبل منها مكسورة. عقله على هاد القاعدة هاي. بئيس هنا يا بئيس هي مكسورة. اذا مباشرة نكتبها على الياء. سويلو. شوفوا معي السو. انا هدنا رغم ستكون ضم فوكسين. ولكن لا تهمون على لاش لانها هي مكسورة. وبالتالي مباشرة نكتبها على الياء. مطمئنينة كذلك هنا هي رها هي مكسورة نكتبها على الياء. لا تهمون الحركة التي قبلها. وآمن هنا يرى هي مفتوحة ولكن ما قبلها مكسورة. لكن عارفوا بان الكسرة هي اللي كتغلب الفتحة. مليئة هنا كذلك نكتبها على الياء. مانا ما قبلها مد بالياء. ثالثا اربطوا الحروف واكتبوا الكلمات كتابة صحيحة. اذا انا اشع نقول متاكئين. ماشي مبعطة رعناه. انما غضي لاقي هات الحروف هاده. اغلاقيهم باش نكتب الكلمة صحيحة متاكئينة. او نكتب الهمزة المتوسطة هنا علياء لانها الكسورة. مليئة هنا سوف اكتبها على الياء لانها ما قبلها مد بالياء. وآمن هنا اكتببها على الياء لانها مقبلها مكسور. مائدة ساكتبها على الياء لانها قبلها مد بالاليف. هناس وآل رابع اكتبون نص الذي سيمليه علي أستاذي. إذن هناك يتعلق الأمر بكل أستاذ وشنو سيملي عليك واحد ثلاثة ديال الجمال والأربعة ديال الجمال كيمليهم عليك الأستاذ وانتك تحاول كتبهم كتابة صحيحة وكترد بالك الهمزة الهمزة الوصل عفو كترد بالك الهمزة الوصل وهمزة القاطع وترد بالك الهمزة المتوسطة هذا هو الهدف من هذا الإملاء. ثم لدينا مكوين تعبير الكتابي وأعلقوا على الصورتين باستعمال التقنيات التي اكتسبتها في درس التعليق إذن هنا سأتعلق في غضون أربع أسطور لكل صورة نستطيع التعليق على الصورة. إذا هناك نموذج هنا أعطيتكم واحد نموذج دائما حرصوا أنكم تعلقوا على الصورة وتقولوا هذا شي اللي كان في الصورة بمعنى توصفوا هذه الصورة وتحاولوا ما أمكن تجردوا قاعدة المكونات دي الصورة اللي كانت هنا ببساطة ماذا يمكن أن نقول تعبر الصورة عن أطفال صغار كما تلاحظوا هذو أطفال صغار وهم يلعبون في ساحة يلعبون في واحد الساحة طفلة صغيرة حافية القدمين شوفوا واحد طفلة هنا رأى حافية القدمين تلعب مع أخويها الصغيرين كتلعب مع جش دي الخوتة صغار وهما وسط كيس مرام فحظ وسط كيس تبدو عليه مع علامات السعادة مرام فرحان بدك شلي كتقوم بالأخت ديالهم والفرح بما تقوم به أختهما وهي تحاول إسعادهما كتحاول تلعب معهم وتفرحهم أعيد تعبر الصورة عن أطفال صغار وهم يلعبون في ساحة طفلة صغيرة حافية القدمين تلعب مع أخويها الصغيرين وهما وسط كيس تبدو عليه مع علامات السعادة والفرح بما تقوم به أختهما وهي تحاول إسعادهما شوفوا الصورة الثانية شوفوا معي هذه الصورة مجموعة من الأطفال الصغار كذلك يوجدون بفضاء نعم داخل القسم هنا يا مجموعة من الأطفال الصغار داخل فضاء القسم وهم يلعبون بواسطة بالونات عندهم يحتفلون جماعة وضعت فوق الطاولة هدايا نعم وربما حلواء الاحتفال ربما أنهم يحتفلوا كين حلوة ما يعيشون لحظات ممتعة رفقة أستاذتهم أو أستاذهم إذن هذا كمثال فقط يمكن لكم تعلقون أنتم على الصورتين بالأسلوب ديالكم والأسلوب اللي كتشوفوه مناسب إذن هذا كان نموذج للتصحيح ديال الفرض المحروس المستوى الرابع اللغة العربية فرض المحروس للمرحلة الثانية نتمنى تكونوا استفتويل عندكم شيء أسئلة بخصوص أي انتحان لجميع المستويات للرابع والخامس والسادس وحتى الإعدالي الرياضيات والفيزياء مرحبا خلوا لي في التعليقات أشكركم على انتباهكم وإلى حصة مقبلة بحول الله